اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في خرقا واضح للقانون الدولي واعتداءا صارخ على مشاعر الملايين من المسلمين في العالم وان تونس لتدين بشدة هذه الممارسات وتؤكد رفضها لكل سياسات الاحتلال التي تهدف الى المسي بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في الارض الفلسطينية المحتلة وتغيير معالمها كما تواصل قوات الاحتلال السياسيات الاستاتانية رغم الرفض الدولي الواسع لهذه السياسات الذي نجمع كلنا على انها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي سيد الرئيسة ان هذه الممارسات والسياسات وغيرها من الانتهاكات اليومية التي تنفذها سلطات الاحتلال بالضفة الغربية وبالقدس الشريف وبغزة المحاصرة منذ ما يزيد على الثماني سنوات علاوة على ما يتعرض له الاسر الفلسطينيين والمعتقلون الفلسطينيين من اهانة وسوء معاملة داخل السجون يؤكد بما يدعو مجالا للشك ان اسرائيل ماضية فيما دأبت عليه من فرض سياسة الامر الواقع وربح المزيد من الوقت لتغيير الوضع القائم بالقوة ووضع العراقيل امام كل المحاولات والمبادرات التي تهدف الى فتح افق جدية لتحقيق السلام وفق حل الدولتين واخرها جهود الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية ولذلك تؤكد تونس انه لم يعد من المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه فقد حان الوقت لان تتحمل المجموعة الدولية وخاصة مجلسكم المؤقر المسؤولية الكاملة لوضع حد الاحتلال الاسرائيلي الارض الفلسطينية ولممارساته غير القانونية في حق شعبها لقد حان الوقت لاحداث دغييرا حقيقي في التعامل مع القضية الفلسطينية داخل مجلس الامن بما يسمح بفسح المجال لفرص جدية وحقيقية للتواصل لحل سلمي وعادل وشامل وفق رؤية الدولتين وبالاستناد الى المرجعيات والتعهدات الدولية المتفق عليها وتجدد تونس في هذا الاطار دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق دولة مستقلة وذات سيادة قابلة للعيش ومتواصلة جغرافياً على ارضه المحتلة سنة سبع وستين التي تمثل كياناً جيو سياسياً موحداً يضم الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطع غزة وتعرب في السياق ذاته عن تأييدها لمطلب القيادة الفلسطينية بخصوص وضع سقف زمني محدد لإهناء الاحتلال الإسرائيلي وآلان استقلال دولة فلسطين في نطاق الحدود المذكورة والتوصل إلى حل شامل لكافة قضايا الوضع النهائي في مقدماتها القدس الشريف كعاصمة للدولتين كما تدعم تونس الطلب الفلسطيني توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم التحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جينيف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي نفس السياق تجدد تونس دعمها اللجنة التحقيق الدولية المستقلة التي تم تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الحرب العدوانية على قطاع غزة معربة عن تطلعها إلى أن تتوصل هذه اللجنة إلى أنهاء أشغالها حول حقيقة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلاث حق الشعب الفلسطيني وتصدر تقريرها النائي في الموعد محدد في مارس 2015 وتدعو تونس إلى رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والأيضامة من إعادة فتح كافة المعابر أمام حرية تنقل الأشخاص والبضاعة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لمواطن القطاع خاصة بعد العدوان الأسرائيلي الأخير وترحب تونس في هذا الإطار بنتائج مؤتمر القاهرة حول إعادة أعمار غزة مشددة على ضرورة إيفاء كافة الأطراف بالتعاهدات المعلنة خلال المؤتمر المذكور السيد الرئيسة تؤكد تونس أن عملية السلام الدائل والعادل بمنطقة الشرق الأسطة عملية شاملة لا تتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وتعريب تونس عن عميق إنشغالها لاستمرار ترد الأوضاع بالشقيقة سوريا والتداعيات الخطيرة المنجرة عن ذلك على سوريا ومستقبلها والمنطقة بأسرها وتجدد في هذا الإطار تطلعها لأن تمكن جهود المبعوثة الأممي الجديد السيد ستيفان ديماستورا من التوصل إلى حل سياسي يشتجيب إلى تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية ويحفظ سيادة الشقيقة سوريا ووحدتها الترابية وتماسك المجتمع السوري ويحفظ سيادة الرئيسة